موسيقى 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 ش tournament معكم والنهاردة بنتكلم عن موبايل في فئة سعارية في العادي انا ما بتكلمش عنها انا ما يعني دايما الموبايلات اللي بتكلم عنها اللي تكون في الفئة السعارية اللي هي 4 فما فوق او 5000 جنيه بالفئة السعارية المتوسطة الموبايلات اللي يطلق عليها لقب الفئة المتوسطة ولكن الموبايلات اللي تحت 3000 جنيه والفئة الاقتصادية انا ما بتكلمش عليها كتير ولكن اللي يتضح بقى في الامر ان الفئة دي هي اكتر فئة بتبيع في مصر طبقا للحالة الاقتصادية بتاع مصر وحقيقة الفئة دي انا دايما كان عندي في ذهني اختيارات معينة انا عارفها اللي هو انا شايف انها هي الاختيارات الافضل في الفئة السعرية دي ولكن حتى مع اه يعني الاختيارات اللي في ذهني دي وحتى مع اني عارف ومتأكد انه ممكن تكون الاختيارات دي بتقدم قيمة اعلى مقابل الفلوس اه ورغم برضو اني قلت حاجات زي كده قبل كده كده في فيديوهات الا ان ورغم كل ده اكتر موبايل بيبيع في مصر هو الواوي واي سيفن برايم 2018 اللي امتابع القناة من زي ما انا عارف ان انا عملت رفيو قبل كده الواوي واي سيفن برايم 2017 و2018 وما كانش علاقتي حلوة قوي بالفئة دي الفئة بتاع الواي سيفن يمكن الواي نين هو موبايل كويس ولكن الواي سيفن ما كانش افضل موبايل وما كانش دايما في الليستة بتاعي في اختياراتي كافضل موبايلات في الفئة الاقتصادية ولكن الشيء اللي كان يحترم فيه جدا ان هو كان بيقدم كل حاجة انت ممكن تحتاجها كمواصفات في فئة السعرية يعني لو عايز مسلا موبايل بحافق لينها هتلاقي موبايل بكاميرتين هتلاقي موبايل بـ Face Onlook وتعرف علاجه بتاعها هتلاقي ويمكن في الموبايلات اللي في الفئة الاقتصادية قوي دي يكون المواصفات اهم من القيمة مقابل السعر حتى لو إن مش دايم ممكن يكون هو أفضل اختيار ولكن المواصفات هي عامل جذب هي شيء بيلمع وجذاب فعشان كده الواي سيفن برايم 2018 هو اللي بيقدم الحاجات دي بيقدم كل المواصفات اللامعة الجذابة دي وهو أكتر موبايل بيبيع في مصر ومن هنا ييجي خليفة الواي سيفن برايم 2018 وهو واي سيفن برايم 2019 الموبايل بيقدم الكثير من التغييرات الجديدة والحاجات اللي تلائم الاسم بتاعه تلائم 2019 أول حاجة عملها هنا الموبايل ده عشان يتلقم مع 2019 هو إن هو يحط لك ظهر جذاب جداً ولامع وبتدرج الألوان اللي هواوي بدأته من 2018 وإن الألوان تتغير من أزرق إلى موف يعني حاجات دي احنا ما كناش بنشوفها لفافلاكشيبس كونها بقت محطوه في موبايلات فقاة وليلة ده شيء كويس يا مش هتبقى شاري موبايل رخيص وبرضه ما تحصلش على حاجات روشة وشكلها حلو هو أي نعم موبايل بلاستيك والموبايل الماتريالز بتاعه ومسكيته رخيصة جداً ولكن ده طبعاً موبايل رخيص جداً يعيزه يبقى ملوسه عامل إزاي ما طبيعي ملوسه يبقى الخيص جداً ولكن بيحمل نفس الصفات الموبايلات الواوي الغالية بإن الكتب الواوي كده بالجنب وإي آي كاميرا وكاميرتين في الظهر وقارب باص محفور جوا الجسم وطبعاً عندك الهيتفون جاك عشان ده موبايل في أسعرية قليلة ما يفعش تشيله منه الهيتفون جاك وتحت فيه المايكرو يوز بي والسماعات الخارجية ولكن أهم حاجة مش الظهر غالص والشيء المبهر جداً في الموبايل ده لما تقلبه على وشه وتشوف الشاشة اللي بحوافه قليلة جداً وباستحواز ممتاز استحواز ممتاز قوية حواف الشاشة هنا فعلاً قليلة جداً وخصتنا في الأطراف اليمين والشمال ومن فوق وفي عندنا النوتش الديو دروب أو الووتر دروب واللي شكلها لذيذ جداً وشيء عظيم إنها موجودة في موبايل في السعرية دي هو للأسف الحافة السوفلية اللي تحت تخينة جداً ومن تخناها كاتبين فيها كلمة هواوي أساساً بس برضو ده طبيعي على الفقه السعرية دي أنا معرفش موبايل في السعرية دي بيقدم حوافه قليم كده بالنسبة للشاشة كالكواليتي والبالنة نفسها يشانة IPS LCD واي بي اس معقول ومقبول جداً على الفقه السعرية دي يمكن الريزوليوشن بس بتاع الشاشة هو اللي قليل قليل شوية هو أقل من فل اتش دي هو اتش دي بلاس وده اللي محقق متين وسبعين بيكسل كل إنش وده مخلي بصراحة الشاشة نوعاً ما مش شرب ولكن برضو أرجع وأقول أنا معرفش موبايل في السعرية دي بيقدم شاشة فل اتش دي بلاس فأنا شايف بصراحة ان الشاشة هنا ممتازة جداً من جميع الجوانب سواء كاكواليتي أو كاستحواز والديزاين عمتاً بتاع الموبايل هو من أحد نقاط القوة بتاعه جداً في الفقه السعرية دي ولكن أهم حاجة في مبايلات الفقه الاقتصادية دي بالنسبة لي هو إن الموبايل اللي اشتري يقدم لي تجربة استخدام مرضية ويمكن دي نقطة فعلاً الوحيدة اللي كان بتخليني مش حابب قوي سلسلة الواي سيفن في الأجياء اللي فاتة ولكن أنا قدر أقول إن في الواي سيفن بروغيم 2019 نقدر نعتبر المشكلة دي اتحلت بنسبة كبيرة جداً لأن الموبايل هنا بيجي بمعالج سناب درجل ربعمية وخمسين ده مقبول جداً على الفقه السعرية دي ولكن ما تبقاش عالية شوية بسبب اللي موجود هنا إن هو تقيل شوية فممكن تلاقي ببطيقة نوعاً ما أو بيبقى فيه تهنيج كل حين وآخر ولكن دي مش مشكلة مواصفات الموبايل قد ما هي مشكلة اللي هو نوعاً ما تقيل شوية فلو أنت شخص استخدامك عنيف وبتمسك الموبايل بتاعك طول اليوم وبتعتمد على موبايل في كل حاجة فممكن ما تبسطش مع الأداء هنا وبصراحة مش هتبسط مع أي أداء أي موبايل في أسعرية دي فأنصحك إنك تجيب موبايل في أسعرية على منكها شوية وقالوك بصراحة الفئة اللي أنا شايف الموبايل ده مناسب جداً لها هو حد كان معها موبايل في أسعرية قليلة جداً بألف جنيه أو حاجة زي كده أو مثلاً باباك أو جدك مثلاً أو حد لسه أول مرة يستخدم سمارتفون ده بالنسبة لها هيبقى موبايل بيرفكت ما فوش أي مشكلة والحاجة الثانية اللي حد في الفئة العمرية اللي بيكلمكم عنها ديها يحتاجها هي الكاميرا فمع الموبايل هنا انت هتاخد كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل ومعها كاميرا تانية 2 ميجا بيكسل عشان تساعدها في تحديد الأطراف لأنك مع الموبايل هنا ممكن تاخد صور بعضها للبرترية أو تاخد صور عادية مع تفعيل خاصية الإي آي اللي بنشوفها في موبايلات بضعف التمن ده وأكتر من كده كمان في فلاكشيب سواوي بنشوف ميزة الإي آي هينعمل الإي آي هنا مش هيبقى زي الإي آي في موبايلات أغلى من كده مسلا من واوي زي الميت وانتي برو على حاجة ولكن هو مازال إي آي مازال بيتعرف على الأشعة والكاميرا بتطلع نتائج مقبولة جدا عفاس عرية دي صور هتشاركها عادي كمان على الإستجرام أو على الفيس بوك أو الحاجات دي ولكن طبعا مش هتعرف تطلع منها صور استثنائية مهما كان يعني لأن ده موبايل برضو قليل مش هتعرف تبقى موبايل فوتوغرافر ولا هتعرف تعمل كرير على الإستجرام بتصويرك للصور الفشيخة جدا بموبايل زي ده وانتوا قدامك هو شايفين الصور اللي أنا بعرضها لكم دلوقتي انتوا شايفين أنها صور مقبولة جدا ولا لا أنتوا تحكموا عليها أنا بصراحة شايف أنها صور معقولة تدون بها لحظاتك المهمة في حياتك ومش هيبع عندك مشاكل وبالنسبة للموظم الناس دلوقتي الأهم من الكاميرا الخلفية هي الكاميرا الأمامية اللي موجودة في النوتش الصغيرة جدا اللي هنا اللي هي 16 ميجا بيكسل فانو انت مهوز بالسيلفيات ولا حاجة مش هيخيب ظنك خالص معه الوي سفن حاجة دانية مهمة جدا في موبايل فأسعارية قليلة زي ده هي البطارية البطارية هنا 4000 ميلي أمبير وده كويس جدا مع الريزوليشن بتاع الشهل قليل فهتحصل على نتائج أكيد تكمل معاك اليوم بالكامل أنا بصراحة مجربتش موبايل فترة طويلة عشان أقدر راحكم عليه أنا يعني ما أقدرش عمل ريفيو لموبايل ده موبايل تفصيلي بالشكل ده لإني مش هقدر استخدمكم موبايل الرئيسي فترة طويلة عشان زي ما قلتلكو ده موبايل أنا مش شايفه موجه لفئة الشباب اللي هيستخدم استخدام شاق أنا عن نفسي استخدام شاق على الموبايلات ولو استخدمت الموبايل ده مش هحصل على تجربة رائعة فلو أنت شخصيتك وطريقة استخدامك أي شيء عادة ذلك أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أرشح لك الموبايل ده تماماً وأديك الإشارة الخضرة اشتري الموبايل ده ما فيهوش أي مشاكل موبايل في فئة سعرية اقتصادية بـ 2999 جنيه نفسي في السعر الـ Y7 اللي فات بتاخد بعض التغطيرات دي واستحواز الشاشة الأعلى والنطش وبتاع وما زلت بتدفع نفس التمن وده شيء ممتاز جداً ما قلتك أنا حقيقة مش بستغرب طبعاً أنه أكتر موبايل في مصر لأنه موبايل متكامل ما فيهوش حاجة نقصة كل حاجات الناس عايزها هاتفون جاك عايزين شاحن معروف عايزين شاشة باستحواز عالي عايزين شاشة بنطش عايزين شاشة كبيرة عايزين ديزاين شكله حلو عايزين موبايل بكاميرتين عايزين موبايل بقارئ بصمة عايزين تصميم شكله جذاب جداً كل حاجة موجودة فلو أنت دي طلباتك هو اختيار ممتاز بس كده هو ده كان رأيي في هذه المسألة لينكتش رأي الموبايل ده لو عايزين تشتروه تحت الفيديو في التسكريبشن قسوش تعملوا لايك للفيديو وعملوا سبسكريب للقناة وده كان بس فيديو سريع كده وإن شاء الله هنرجع علي فيديوهاتنا التانية القادمة في نعم نشوفكم فيديوهات القادمة في الموعيد اللي أنتوا عارفينها بقى أنتوا عارفين دلوقتي أن أنا منتظم وبنزل فيديوهات وانتظام يلا مش مشكلة نشوفكم فيديوكي سلام اشتركوا في القناة